أعزائي المشاهدين أصعد الله ومساءكم بكل خير يسعدنا أن أصحبكم لعرض النشرة الرئيسية لهذا المساء أهلا وسهلا بكم افتتح رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية أعمال الاجتماع السامن حول السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية محمد حسن عبد الرسول والمزيد عن هذا الاجتماع بحضور بعض الرؤساء السابقين في الدول الأفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وكذا ممثلين عن المتحدة ومفوضية السلم للاتحاد الأفريقي أطلق صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية أدريس دي بيتنو أعمال الدورة الثامنة لاجتماع الاتحاد الأفريقي حول ترقية السلام والأمن والاستقرار الذي تستمر أعماله 48 ساعة في الحفل الافتتاحي قدمت العديد من الخطابات التي تنصب جميعها حول أهمية ومغذى هذا الاجتماع حول السلام والأمن والاستقرار في الفضاء الأفريقي والدولي أولا هذه المداخلات كانت لسفير المتحدة وزير خارية تشيكستوفاكية الذي أشاد في خطابه بدور الرئيس إدريس دي بيتنو في استدباب الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وقال إنهم جد سعداء بوجودهم في العاصمة الشاديا جمينة التي تعني الراحة والإطمئنان مثمنا بدور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الرامية إلى تفعيل وتقوية هذه الآلية الأفريقية من أجل تنمية وإزدهار القارة الأفريقية وإيجاد الحلول عبر الحوار لجميع الخلافات التي تواجه القارة الأفريقية وأعقبه في الحديث مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الذي أثنى لهذه المبادرة التي جاءت من قبل الاتحاد الأفريقي حيث تسعى إلى تقريب وجهات النظر والتنصيق الدائم بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف بسط الأمن والاستقرار والسلام في الربوع القارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد استهل خطابه بتقديم الشكر والتقدير باسم رئيس الجمهورية أدريس دي بيتنو إلى جميع المشاركين في هذا اللقاء الأفريقي الهام في العاصمة الشاديا انجمنا لدراسة ومناقشة قضايا الساعة وكيفية مواجهة التحديات الماثلة أمام القارة الإفريقية والمتمثلة في التحديات الأمنية والتعليمية والاجتماعية في عالم متغير لمواكبة عصر الاستقرار والتنمية والازدهار في خطابه لافتتاحي لعمل هذا الاجتماع رئيس الحكومة بايمي باتاكا ألبير قال اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر يعتبر يوما تاريخيا لكاد ونشعر بالسعادة لاحتضان هذا الحدث الإفريقي الهام أود أن أنقل لكم تحية وتقدير رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو الذي كان بود حضور هذا الحدث لولا التزامات وانشغالات فأرحب بكم في العاصمة انجمنا واختياركم لها وهذا شرف منكم لبلاد توماي مهد الإنسانية شاكرا الاتحاد الافريقي على مبادرة الرامية إلى وحدة القارة الافريقية طالبا من المجتمعين بضرورة دراسة ومناقشة جميع القضايا والمسائل المتعلقة بتقدم ازدهار القارة الافريقية معلنا افتتاح الدورة الثامنة لاجتماع الاتحاد الافريقي حول ترقية السلام والأمن والاستقرار في القارة الافريقية وخلال أعمال الاجتماع الثامن حول الأمن والسلام في القارة الافريقية ألقى رئيس الوزراء فهم بدكي ألبير كلمة نستمع إلى جزء من هذه الكلمة بترجمة زميل حسن درموت المترجم الافريقية يعمل على تنظيم الوهدة الافريقية لكي تعطي إيجابية متعلقة بوسائلها لكي تحقق التقدم وتجاوز بعض الحالات وفقا للمنظومة الدولية وفي هذا المنطلق السياسي الدولي الراهن فإن الدول الأقليم تشهد بعض الاستنادات وتقوية الصلاة وعمليات على تغطية هذه الأقبار كما أن هذا اليوم يعتبر جيدا من الأوضاع العالمية والمجتمع ذلك أن النظم بشكل عام يعمل بالإملاءات وفقا لرغبتها على حسب معطيات الوضع لواجه كل قوة الظواهر لأجل استجابة تطورات التعددية لوقف كل التجاوزات العنف وتضع بعض اللوائل لتنظيم المجتمعات كما أن الاتهاد الأفريقي العمل على استجابة معطيات الأصر الجديد تفعيل الحياكل القانونية وتأهيل بينها وبين العقبات التي تحدث من حين إلى آخر وكما تعلمون أن أهمية هذا المنطلق الثامن الذي جاء تحت عنوان أساسيات النظم العالمية للتطورات التعددية الأفريقية لماذا ذلك ضرورة؟ نقدم شكرنا للبئسة الأفريقية والتي قامت بإرسال الوسطى لتجمع هنا القرار لتنظيم عيكلا جديدا وهذا يدل على أن البئسة تعمل على تفادي مستجداد الأصل وأن التوقع النتائج التي تخرج بها القبراء والمشاركون في الجلسات التشاورية والتفكيرية تستجيب متطلبات قارتنا وهي تكون دعم الاستراتيجيات الأفريقية للمراهل المغبلة وأن مؤظم الدول في القارة يعملون للوصول على هذه الأهداف وبناء على هذا القرار الذي يتلائم مع الموضوع المتعلق بالتعددية للوضع الجديد في العالم وعلى هذا الأساس لا بد من إعطاء بشكل جديد للأفكار والاقتراحات التي تخرج منها المشاركون في الجميلة وتبدأ المشاورات لوضع القطوات واللمسات الأخيرة للدول وتحسهم أمام مسؤولياتهم لهذا الوضع الجديد في العالم كما التقى رئيس الوزراء باهيمي بدكي ألبير مع المدير العام لمجموعة العالمية بأفريقيا وما وراء البحار والمندوب الإقليمي بالساحل والوكان الفرنسي للتنمية بهدف جلب المستثمرين الأجانب فاطمة أبو المعالي إن تطبير الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين الأجانب يدخل في إطار احتمامات الحكومة التي تسعى إلى تأذيذ التنمية الاقتصادية ومن أجل ذلك التقى مع أل رئيس الوزراء باهيمي باتكي ألبير مع جيل أرمان أمباسو المدير العام لمجموعة ديفال العالمية بإفريقيا وما وراء البحار وقلال حذر لقال ودي لبحث ألقات التعاون والشراكة بين الحكومة ومجموعة ديفال تناول الطرفان عدة مواضية تصل بالمشاريع الحيوية والمستقبلية كالزراعة، التأمين وحفل الآبار الإرتوازية والبناء مجموعة ديفال تم تأسيسها منذ عام 1994 ولها عدة نشاطات اجتماعية واقتصادية كما التقى عدى رئيس الوزراء باهيمي باتكي ألبير مع فليف جيدان المندوب الإقليمي بالساحل للوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعرف لمعاليه قارطة الطريق للوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في المشاريع التنموية مثل تشغيل الشباب وتعمين المشاريع القتائية والطاقة والإدارة الرشدة فليف جيدان أقب قروجه من المقابل أشهد بجهود الحكومة الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وقال إن مثل هذه التفاهم لحل المسائل تشجعهم إلى المضوء قدما من أجل زيادة استثماراتهم في شاد للتذكير أن النمو الاقتصادي يعتبر من ضمن العناصر الفائلة لتطوير وتنمية الاقتصاد سواء عبر الشركات أو غيرها